موسيقى والله ده الشعب افتقر والمهنة لمت وقادي راح اشتغل مهندسكم بيوتة يا احسن يا هرابي بتسرق من العصايا المرصايا بالزلط الكريم على فكرة يا حج انا هسيبك علشان عامل احترام للشعرتين البيض اللي عندك دول دول شعرتين بيض دول شعرتين بيض دول شعرتين بيض بقولك ايه ما تخلنيش اخرج عن أداب المهنة وازعل مني الهجامين لو اتزعل الهجامين ايه يعني انا لو بسبتكش هتتعمل لي ايه يعني بقولك نزل ايدك لو سمحت يا حج بيني نزل ايدك انت نزلت ايدي خلاص خليه مولا اهم وانت لا ما ارضنيش ما ارضنيش انت زعل الهجامين انا بقى اصرف من غير ما اتنزعل حجنش يدي ايدي العصايا اه 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 ايه اه 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 حرامي حرامي واسم الكريم ايه بقى؟ حفيدك الصغار روستون روستون؟ روستون؟ فيه حرابي اسمه روستون؟ انت مش شاف يعني ده اسم غريب على حرابي؟ والله يا جدي اللي قدامك ده من سلالة العلاء الملكة بس للأسف بعد ما أمموا نصبنا في الأراضي ومحلج القوتن وقلات السويس قلات السويس؟ هم بأمنيوها؟ أمنيوها؟ يا نهاري سويس دلالية فيها فلوكة فلوكة ايه أخي؟ المهم الزمن دار بينا من قبل جد لغاية ما بقيت زي ما انت شفتني وضربتني كده حرامي ولا ايه بقى؟ ولا ايه بقى؟ بص حرامي ناجح أحسن من كونستابل فاشل المهم التوبة دي ملهاش معاه ده جدي يعني أنا الصراحة كنت ناوي أطلع أحج بعد العملية دي على طول حتى بص بص أدي الباسبور والفيزة بتاعت السعودية أنا حطيت كل فلوسي في الباسبور والفيزة واشتريت شوية سبح وجلاليب وساعة فيها بوصلة بس قلت أعمل عملية أخيرة كده أكفي بيها مصاريف البيت يعني اه ايه ده؟ والبهنة هرامي؟ والبهنة هرامي؟ الحمد لله اه وانت يعني كنت سافرت حج بقى وخلاص ياه خلاص ياه ده أنا هساعدك ياه ما دابيت ناويت تتوبة وأرا هساعدك بقى ربنا يا خليك جدي إيه دك أبوسها لا لا استغفر الله العظيم لا استغفر الله العظيم هذا الباسبور اللي لا الماسبور ده خليه معاه عشان هساعدك ياه وليك عندي شوكولانة حاجة بقى ايه يعني شوكولانة سبالة يعني بجد؟ بجد يوكولانة حرامي؟ باس حلو عاوي كده كده الاريال ده بقى ايه يزبت ويلقط بقى أول ما ييجي التلفزيون أوصل الاريال على طول ويلقط بقى من الدش بتاع مميرفت ويلقط بقى الفضائية المغربية ويبقى كله تمام حرامي يا ماما ايه ده؟ اتقبض عليه تاني الفاشل الفاشل هينجح امتى بقى؟ هسرق امتى بقى؟ حرامي يا عادل سمعك خلاص حرامي يا عادل خلاص حرفت ان انا حرامي ما دي ما اوه اتوقع التلفزيون ده على الارض علي قصات اخليك تدفع القصات قبل ما تسرعوا انا بقولك اوه يا لسه، يا زئي، فجر قلتلك يا عادل ركب حديدة على شباك المضبخ ما سمعتش كلامي أنا دخلت من الباب عادي يا حجة ما تكلفوش نفسك يا سلام، هتعمل فيها يعني خايف على فلوسنا ده أنا هفراجك حرام حرام يا عادل بنفادلك أسفا حرامي سنفاتيك ورق مرسي قوي يا فاند بربنا خليك إنتوا أيها هتعودوا تسايروا مع الحرامي؟ بقولكوا إيه، كتفوها على مروح أجيبي الواد رمزي وأجيب شوية ناس كده هو نمسكوا نرن وعنقى قبل ما نسلموا البوليس ما عادش أقول لي حرام عادل يا حبيبي أرجوك يا حبيبي إحنا مش في غابة هو فيه بوليس وفيه نيابة وفيه محكمة استقناف آه وفيه محكمة الأسرة اللي أوديكي ليها إن شاء الله اسمعوا كلامي كتفوه ها ياسمين عارفة القلم الجاف؟ ها عايزك بقى أما يكتفوه تعود تغذيه في بطنه هرام هرام ها 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 ممكن الرموت بس بعد إذن حضرتك ها اه حرامي بسقدت حرامي فين حرامي فين حرامي بسقدت حرامي آيوة آيوة ها إه إيه كده حرفة تصل حرامي 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 عليكم حرامي عليكم علشان ما أهربش يا جدے يهرب وأنا موجود يعرب وأنا موجود طب ذوت مرة بسكر حرامي وا يلا قوبواы عبوا حرب عليكم هيف fueronك يا جدو مش هيافلش! مش هيافلش! قوبه! 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 قوه شراب عليك! ده فتس! 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 انت فني郎! انت فني يا عابل اقول! اقول اقول يا حرابي تكون جبتي وتسجبتي في حاجه انا انا بسجلك انا ب MUSIC انا ممكن وحبيسك يا حرابي أهمي جداً400 يبارك لك الشغلتي يا ننا ننتاجLO Billy دي تعبتني أولي اه يا حرابي! انت حرابي! وجاي تسرق بيت يا حفيدي! عادل سعيد الحيوان! حراب عليك! حراب عليك! يعني هو عملك السرق ايه ده؟ تلفزيون يا جدو! تلفزيون السبعتاشر بوصة! وبيق لي الحيوان اللي بازكم؟ انا يا جدو انا اللي بسبت الواحدي! ولا لساعدتها يا جدو! انت بساعدتش اللي بسبت الواحدي! ويقالتو بسكتوه! ويقالتو حرابي! حرابي! يا جدو عادل نزل تحت علشان يجيب العصايا! والعصبة والناس اللي دمها حامي علشان يلقنوا الحرامي دنساً لن ينساه أبداً! دنساً! دنساً! هيلقنوه دنساً! اوب هاي عالي حلابي! اوب اوب اوب! تعال انا! ويتلقنوه درس ليه ورا عدي عصايا فوق! وعدي صبورة! وهلقنوه درس عشاء برا! كنت في المغرب وفي سكنة الموليس يلا! ده العرابي يلا! يا جماعة انا هايز اعمل لجوء سياسي الكوبا! محدش معا ترفون جفارة جفارة بات؟ أخر خبر في الرديوهات يلا حرابي يلا الله يرحم الله طب كاسترو طيب كاسترو ده وقت كاسترو جليد ده وقت كاسترو تعال تعال حرابي ترا أبهدلو أبهدلو ماندلة طيب ماندلة طيب جايت نف جايت نف جايت نف جايت حاسب الدلة حاسب معايش ماندلة تعالى نف نف الحاية طب غندي طيب مناظير بوتو زور بسوداري أي حاجة يا إخوان يلا حرابي يلا حرابي إخوان سبقنا بسجناء خش يا حرابي خش يا حرابي كده خزلتني كده حرابي يا جدو ده انت عليك أحفادي هاكل والزلط ده سناء دي ايدي هتقيل قوي سناء؟ سناء دي بقى أنا هتهم منها المنتي دي على طب بموز كل خطط بموز كل خطط مكزباني دلوقتي بقعد بقعد بفرج على التلفزيون بفرج على الفضائية المغربية الفضائية ما تتفاهم معاهم يدوك التلفزيون دهدية وتخلينا نخلق إحنا من المتشوار ده وتتفرج على المغربية دي براحتك لا لا يا راصح بص الحاجة اللي بتيجي بالسهل بتيجي بالسهل والحاجة اللي بتيجي بالسهل لا أما ببلاهش يا طعم كده طعم كده؟ طعم وإنت هتاكلوا التلفزيون ده ولا هو إنت هتطلبت معايا عن حرابي وهتطلبت معايا وحرابي ولا بص أنا أغير الخطة تعرفت الخطة الأولية؟ لا خلاص أنا أغيرها أنا مش فاهم أنا مش فاهم إنتوا إزاي تسبوه؟ هو إحنا يعني اللي هربناه؟ ما جدك قفش ومن قفاة؟ وطلع بيه عصو تحفو بيعلموا الأدب بيتضرب يا عادل وفين بقيت العيلة؟ فين بقيت العيلة؟ دخلوا يناموا اعتمدوا علينا يا عادل اعتمدوا على حيطة ميلة طبعاً إحنا كان مفروض من الأول نبلغ البوليس البوليس؟ ما هي أنا ده؟ انت جاهب لحرامية ينسيكوا الحرامية قد؟ مهومة بقى إلا يفهموا بقى يا دولة أنا قلت كده يعني بص بقى يا دولة أنا عندي رأيي في الموضوع ده إحنا بعد كده أي حد يمسك حرامي يقوم حبسه عنده في القوضة ويتكفي له بمصاريفه عشان ما نكلفش البوليس يا دولة بقى يا سلام، انت صعبان عليك البوليس؟ يعني كده الحرام هيبقى جايله عقد عمل يعني بقى برزق بيتفتاح له بكده هنبقى استفادنا لأن احنا هنقدر نفرتل المجتمع من اللصوص وكده هنعرف نعيش في المدينة الفاضلة صح يا رانيا بص بقى يا دولة أنا هطلع البابا سيته علشان نفسي هشوف الحرامي ده وانبدل ما يموته يا دولة لسه كشوف الحرامي اطلع له وبابا جده بقى يا سيدي ده بقى ما بيفرقش يا أكيد هيلوشك هيلوشك تكرع الله بي 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 في حاجة مريبة بتحصل وابص بقى أهم حاجة احنا نخش انت بقى تروح على الشقة وعايزك تسرق الراديو بتاع إلعاب بتي ها بتي اسرق الراديو عشان ده بخفى واسده وعلي صوته وبص الخريطة وده الخريطة هنا بصر وهنا هو لبنان عشان ده انتك مشترك بين بصر واللبنان وبعدين هنا هو أمريكا وهنا عند المطبخ وهنا المطبخ وانت داخل على المطبخ بقى لكش نعمة بالتلاجة مش نعمة تفتح التلاجة وتقل تاكل بينها بقى انا بحب تعش قبل ما تمسك ابروه عليكم ابروه عليكم انا حب الحرامي اللي يصرف على شغله وهنا كمان السلام عليكم كبسة كبسة ايه يا عم كبسة ايه كبسة من مدرس انت بالذرب تعالى تعالى السلام عليكم وحضرتك الحرامي اه الله والله بص انا ممسوط او ان اشوفت حضرتك والله من زمان انا بشوفكم في التلفزيون والحاجات دي وحضرتك اش سجلت مع السستة وفق الدقن اه والله كان هيحصل تعاون يعني بس ما حصبش نصيب يعني انا رامزي انا ارتحت لك اوى يا رامزي ازاك يا رامزي عامل ايه انا رامزي وانت بتحب الحرامية موت موت انا بحبه وهم كمان بيحبوني ده انا اتسرقت قبل كده مرتين بيعشقوني الحرامية اقولك دي هلا رامزي وانت هتشتغل مع الحرامية؟ لا 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 خلاص يا عم ما تعملش دهوش خلاص ملاش مش عايز ملاش لا انا قصدي موافق موافق يا بابا ستو انت مرتاح له ده يا عم جده ولا ايه؟ انه والله مش مرتاح له بس احد يسندك برضو يا فاشل اللي فشلت في التلفزيون يا فاشل انا انا يا بابا ستو هسنده انا اجربني ده انا اصلا حرامي اصلا انت اصلا حرامي خلاص وهتجربه بقى وانت طب دي يعني بتقلاش قال استعالوا معي بقى عشان انا غارت الخطة غارت الخطة طب وهو ما حضرش الخطة لأولا ويعني لو حضر التالي هيفهم ده غبي بقولك يعني غبي غبي اما الجايبينه ليه لما هو غبي؟ بص مش كل خطة بيبقى فيها نسبة فشل هو ده نسبة الفشل بتاعت الخطة دي يا فاشل يا رب فشل يا رب فشل طب فيه واحد فشل جايز هو تاخدوه موسيقى 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 كابسة طبعا 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 ما انت لبيك لي نفسك بالشراب ده هتشبئنا يا ابني اطري النور هتفضحنا وشغل البتاع اللي في ايدك دي لا يا رسم اهل بتاع ديان افرد خلصت وبعدين انا عايزي الحجارة بتاعتها هحطها في الحسان اللي هي ببتاعك بقى هحطها في الحسان موسيقى 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 انا صحي اشرف بس انت جي هنا تعمل ايه؟ طب انت يا انا حضرتك صحي دلوقتي تتعطني شغلنا هتخلي بقى جوا عشان خلص الشغل ودي صوتك هتبضحنا خلاص خلاص انا هبقاشره في وقت تاني اسكت انت بقى يالخيالات دي تخلي انت نايمة هه الطريق اماني راستو الخطة نجا ايه 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 يلا بينا الخطة نجا يا راستو استنى يا راستو استنى الخطة لسه مخرطتش لازمة اللي جرب الراديو ده اوه نجربوا ايه يا ابني احنا هنشتريه يا عم اسمعني يا راستو افرد دلوقتي اطلعنا احنا فوق وما لقدش اي قناة ولا حاجة دلوقتي يا بابا سيتو هيقول انزل يا دي رامزي وبتاع وتسنالم علي يا عم انا مشاكل يا عليا تعبك ابدا اللهم اطولك يا روح يا نهاريز وقت رادي شوية تسعبو طاز وقت انت صابت وقت بحلة اوه وره هترو احلة من السوشي تغيل انت حاطة ايه ده سمعتنا ازاي دي؟ جلو بيه انت لسه هتعملني جدا قداني افتح يا رامزي وطي صوتك يا غابي يا جماعة اربوكم اوه وتفهموني خلط وما نفهم ايه وبعدين انت تخصص اجهزة كهربية بس وانت ايه يعني فاتح في الشارع عبدالعزيز يا ماما يا ماما بس حرامي سيمفتيك ورقة تاني بابا سيتو بابا سيتو بابا سيتو ايه ايه أهوه تصلي الوادي كان فاشل واحد الىوقتrada بقى اتنين فاشل بقى اتنين فاشل اعمل ايه بس يا رب السف الله عظيم أنا اللي قفلت عليه المرة دي بقى لتقول لي جده ولم جده أنا ظبطتك متلبس ها وديك الاسم ها وديك الاسم لا لا حرام بليز يا هادل انت حرامي شام فاتشيك وليق قهانس بيبي بليز دينوا فرصة تانية ما هو قانون بيقول لكل حرامي ثلاث محاولات دفقان وقانون ده من شاء الله قانون البلاي ستيشن كده يا مفتري تاخد الراديو بتاعي اللي بسمع فيه مكلسوم وقالة الفيلسوف مش يا ناشل مش يا فاشد ورا كل شوية كل شوية روح اضمارك ونجيبك من حتة كل شوية روح اضمارك يا عم ديني البزمور بتاعي بقى وخلصني عايزة ابعت امي تروح تحج وانت بقى بلغ عني وسلمني للبوليس براحتك وأنت كنت عايزة روح تحج قبلوبك بقى تروح تحج طب دارة برة كنت انا عايزة اروح احج قبلوبك وقوم بي وكنت في المغرب وبعدين قلت اروح احج يلا طب انا دلوقتي يعني اراضيك ازاي انا دلوقتي يا جماعة بصوا بقى يا جماعة بصوا بابا ستوا احنا بقى انا هقول لكم على فكرة جديدة خالصة احنا دلوقتي سرقة البيت بقت خطرة علينا دلوقتي وما بقتش مناسبة لنا لان الحرمية الكباري اللي زينا ماينفعوش في شوية دي احنا انسى بحاجة لنا سرقة البزار اللي انا شغال فيه اللي هو بتاع دول الحبيبي احنا نروح نسرق البزار ودلوقتي البزار مافوش خيري انا وانا جبان بخاف من الحرمية فهنسرق بشرعة وكدهوا العملية هتم بسلام وامان ايه رأيكو بقى وبالمرة كنت عايز اسرق حاجة مهمة او من البزار وانت تقول كلاب كتير بعد رومة ساحة بتقول انا خلاص انا بقى انا هتصرف انا وبصوا انا اقول لكم انا فجأة ايه الامرية دي انا هنزلها بحاكو برافسي الله 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 يا اكبر حرام يا بابا سد اه الواحد بقى له فطرة اه اعني مزرقش حاجة بس خلاص برا قررتها اسرق وبص على ورايكوة الخطة عند اللي هي اللامب بتاعت الخطة بتاعت الخطة واللامب دي وانت بالتنزلها كده اوه وبعيف تطلعك اوه تنور والتنزلها كده اوه وتطلعك اوه والتنزلها وبص بقى العدرات بص العدرات بص العدرات ارمان عرفتوه انت فهمت حاجة رامزي؟ لا يعني عرفت هنعمل ايه ولا ايه؟ اه اه الحكاية دي غريبة انا احاسس ان فيه سر معين لان الحرامي التاني مرة نقفشه وجده يمسك الحرامي وبعد كده يرجح تاني الحرامي اعتقد ان جده فشل في اقناع الحرامي ان الجريمة لا تفيد وان الاصلح العمل الشريف لا 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 جده مبيتكلمش بالاسلوب ده خالص يا ريت يقولي الكلام الحلو ده انا حاسس ان هو اللي وارى موضوع ده كله ايه ده؟ تقول ان جده متواطق وارى كل اللي بيحصل ده؟ ده مش بس وكده لا مش بس وكده خالص لا جده ده لعلمك بقى الراجل ده خطر وانا شاكك انه في المغرب كان وراء اضايا وان البوليس الدولي بيدور عليه انا بقى هبلغ فيه البوليس الدولي لا 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 وهارف ايه كمان؟ اصلا جده كان في امريكا ممكن يكون هناك اتعرف في مستر اكس او اكس بقى وي زيد ده انا متفرقش معايا جده ده انا مش هستنى عليه لغاية اما مسلان يعملي ساندوتشم مفخخ وايه اكلهني ده الراجل ده مرعب راهيم توس تقول انه هو عيز يعمل انقلاب وهيز يبقى رب الاسرة؟ للا لا 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 احنا ليهو BLOET احنا لا يمكن اسمح بهذا التجاوز اصلا انتو يا ماما اول ناس هتجرو اول ما تلاقو اول توكة حزامة رفعت عليا بس انا بقى مش هسبوت لان اسمح بهذا التجاوز ايه هيرميني بعد كده في المنور لا، بصيب أنا هطلع دلوقتي أتجسس عليه وأكتشف بيفكر إزاي؟ عايز يعمل إيه؟ أي حاجة؟ أي حاجة؟ عادل؟ توخّل حذر سأفعل، سأفعل أنا عندي خطة لسرقة البزار إحنا نروح نكمّم عادل ونسمّم التماثيل وبكده البزار يبقى في أدينا وفيه بقى هي الخطة؟ ما قلّك يا عمّة جدّو؟ هنكمّم عادل ونسمّم البزار وبكده التماثيل تبقى فيه لا يا را عندي خطة تالية خالص إيه؟ إحنا نسرق البزار ونهت نعمل كده كل حلفاءك خنوك عادل حتى رمز الحيوان يا عمّة جدّي، ارحمني بقى اعتقني ندّيني بصبوري نفسي أتوب، نفسي أعيش حياة شريفة يا ناس إيه يا رصّم أنت متسربة عليه أتوبة كده هتتوب يا عمّة بص أنت التوب على عيب أحسن إسمعني، أيوة هتبقى أجازة وهتعرف تاخد اللي إنت هتاخده تمش بقى براحتك بص يا دا حرابي، يا دا حرابي، يا حرابي، مزبورك؟ مزبورك يفضل عني وبص أنا عايزكوا تركزوا في الشغل، عايزكوا تركزوا في أكل عيشكوا تعالوا معايا شافيني بتاعدي؟ إيه؟ هنسرقها؟ لا يا قط نسرق إيه ها، دي ألا عايزكوا تتضربوا عليها عشان دي لها تنخش كأهو خُش كأهو خُش إيه اسكون توحي تgtل مع بها، شندوا على طول، واحد، ب scenes وهو شندوا على طول، واحد، اثنان، تطلبوا آآآآآآآآآ أه، لا كابكن، آآآ آآآ我們怎麼 convert !" آآآ charcut الساعة بتاعت السفر هتبقى الساعة تلتاشر نزبطوا بنبهاتكو ماشي معاكو بنبهات؟ لا خلاص نبقى نسرع بقى منبهات خلاص انا غيرت الخطة احنا هنسرع بنبهات نزبطها مع حد تانى ونبقى نعمل خطة خلاص؟ ماشي انتفقنا على الخطة؟ ماشي انتفقنا بوبا ستة يالا بينا كده يا جدي حتى الراجل اللي عايز يتوب قافش عليه اه خش يحرمية خشي خشوا براف ما عليكم ما رافا عليكم يا اه يا دا انا حابت السرع قاوي هي ولو ادرستو اوه اه سرقنا واشتطى كل المزار والحبد اللي هو وعمل ايه نكحة شيلته اهيدا سرق انا السرق انتم برتمع السرق انتم برتمع السرق واي اهي دا او انا رصوح المنزكراتي المنزكراتي اللي في كل تاريخ مagnحن Sad robe مال reminder سرق بس يا بابا سيته أكيد أكيد لو أنا رضته مقول لسرقة لا متجيش منك يا رمزي ما تجيش منك ده أنا كنت معاك ويا راجل يا جدعان حرام عليكم يأخوان اعتقوني وبلجوا عني أنا حرام أنا حرام أنا حرابي يا ناس أنا حرامي يا ناس حتي يبلغ عني الموليس يا أخواني يا حرابي ودي كيف أبن واحد ايه؟ من البلكون من عندكم يا سريقة من إيه؟ انت حرابي انت حرابي بص يا بابا ست وديان بقى أنا سريقتها من البزار كان نفس اسرقة من زمان شابهي بتزبط صح على رسطم؟ يا أخي جالة رمزي محصل التسرق يا أخو مساء الخير يا عياته هاللصوص إيه دا انت عرفتنا؟ إيه دا؟ إيه اللغة العربية اللي دخلت علينا دي؟ عنا ران يا سعيد من دوبة عصابة عادل سعيد لسرقة محتويات غرفة جده يا خبر ابياد وادولة حبيبي فتح عصابها؟ لأ دلت كده بقى اشتجر معاه حتى لو ببلاش بقى سلام عليكم أدي أول سرقة سلام علي رسطم يا حرابي بالنسبة ليك مستر طيف بسيف مين يا فندم أنا رسطم أنا بقيت واحد من العيلة خلاص بس برك في حاوزاتنا تحت عند أستاذ عادل سعيد انزل خده بجد ربنا يكرمك والله العظيم اللي هتعيلك في الحج ولا رمزي رمزي ايه رسطم انت هتوحاشني قوي يا رمزي والله انت اكتر يا رسطم احنا مش هنشوف بعض تاني؟ طب ما ناخد موبايلات بعضينا يا ريت يا ريت خد يا حبيبي خد يا معك سماني صوتك بقى هتوحاشني والله انت اكتر والله يا سلام عليك يعني الود الهافق عادل هو اللي يجيه اقلم القوضة؟ ايوه يا جدو وبعتني عشان اعمل معاكم ايضا تسلموا محتويات البزار يسلمك محتويات الغرفة اه كده بقى هتطر ألجأ للسلام مرغاما مرغاما مش بمزاج يعني هرجع للسلام عشان اخد كل ذكرياتي وكل التاريخ بتاعي ما سمعت كده؟ هنتقم هنتقم ومنطن كمان اولع في القوضة اللي لا ساكف فيها ديو هنتقم هنتقم مترجع الممثلين؟ اوه الله يا فكرة نتلع نتصور معاهم ونقف جنبهم كده يمكن نتنجم ايه ايه؟ ايه الي انتو بتقولو ده ممثلين بقى ويعوضوا يتتنىكوا علينا يعني وعشان إيه يعني؟ عشان إيه؟ نقعد هنا بكرامتنا أحسن يا سلام لا يا حبيبي مش كل الممثلين ما غري أنا مامي مرة تصورت مع أحمد رمزي وكان وقف على البلاش بالميو لا، وباباكي شاف الصورة دي؟ ما هو باباكي كان متصور مع ناهد شريف أنت وعيلة تفه بقى يعني تقعدوا تجروا على الممثلين وتصوروا معاهم طيب عارفة أنا مرة قابلت سلمان عيد وقف أنا كده هو عند الأسانسير ويا دوبك الأسانسير لسه يوصل لقيت سلمان عيد داخل بقى يعني كان متخلل أن أقول له تفضل أنت مسلا الأول أو مسلا أول ما شوفها تحك ولا عبارته وحتى قال لي صباح الخير مرديتش عليها يعني يا جدعانة منك أنك تقابل فنان عظيم مشهول زي ده ويتوضع ويقول لك صباح الخير تقوم إنت ما تردش عليه وأنا أخلي واحد زي سلمان عيد ده يتنك علي يا ليه يعني زي كان هو ممثل أنا برضو صاحب بازاري يعني أنا بيجيلي وفود من ألمانيا كان بيقافوا طبور كده عشان نستوروا معي لدرجة مرة كان فيه زابت عدا كده لقاهم وقفين طبور فتكر أن دا طبور عيش ببعيش يعني أيوه هم؟ أيوة أخوي حبيبي أخوي أيوة أخير حبيبي معاك قعد مجيط حبيب مدير إنتاج أيوة إنتاج إيه؟ يعني حضيك مصنع وعندك خط إنتاج مثلا ولا إيه؟ لا أخويها ما تفنش غرض حبيبي أنا مدير إنتاج قفل يا موسلسلات آه حاجة ساقعة مثلا شبس آه هنقضيها بقى ترياءة ولزازة وحاجات كده مع أننا جاي لك من الآخر وبقى كلمك بكل حب لب حضرتك أنا تحت أمرك عايز إيه يعني آه شوف أخوي حبيبي إحنا بنصور فيلم هنا فوق يعني والبطلة بتاعتنا الست المتقلقة الست مرفت وبعدين يعني زي ما تقول كده محتاج مكان يعني يبقى استراحة تعمل فيه مكياش تحفظ تعتشب حاجة سائعة قهوة يعني وبعدين الصراحة وقع الاختيار على الشقة بتاعتك دي وأنا هجاي لك من الآخر هو اللهي وبكلمك بكل حب طب حضرتك مرفت مين 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 يعني وعايزة أتصور هنا حضرتك يعني ما يعني يعني استراحة ازاي يعني لا حضرتك فهم غلط يعني يا مامي أنا ما عنديش استراحة ده نحن هنديك ألف جنيف اليوم حضرتك أنا المكان هنا مخصوص للاستراحة بتاعت الأستاذة ميربت وعندي قوضة يعني عارفت دي كرها معمول للأستاذة ميربت ألف جنيفة إيه؟ أهل النساء أنا أهل النساء أنا حقيقلتني اسمك إيه؟ أه عب نجيل حبيب معلش يا مامي حبيبتي كركبنا لك القوضة بس أصلي مش حاجة طبعية ده حدث تاريخي أنا مش مصدقة أن أخيراً أخيراً ربنا استجاب الدعوات بتاعتي وهشوف نجمة كبيرة زي مرفد أمين وإيه مش هنقابلها بس لا دي حطا عب معنا أسبوع بحاله على فكرة مامي أنا حاجة عب معاكي هنا في القوضة وعادل حينام عند مامته بس إحنا لازم نسيب لها القوضة سيبتها توقفين برده عايز أقولك هالحاجة كامل الانفصال بيني وبين عادل مش عاجبني بس هو مش أي حاجة ده المربط أمين بس أبوس إيدك حبيبتي عشان خاطر ماما ها اوه يتفكري تخشي المطبخ ها مفيش دائبة إن تطبخي لها طبخة كده ومفيش دائبة نجيب لها تصمم للصد حرام ده الفن عوزها ها مامي أنا استلفتلك دي من سوزي كل واحدة فينا هتتصور صورة لوحدها معاه وبعد كده كلنا هنتصور صورة جماعية لنا احنا التلاتة بس أما الباقي اللي قاعدين برا دول مستحيل اتصوروا معانا لإن دول آخرهم شابان عبد الرحيم شكرا شكرا يا سيدي جدا بس بقولي ساعدتك إيه أيوة أنا شوف بأتكلم ساعدتك بكل حب واختصاراً للموضوع الهانم الست مرفض ما بتحبش أي لوشة ولا دخل خارج عليها ولا راغي ولا الاستصراف بتاعك ده الله يكرمك يا أستاذ زعيف يا أستاذ دي ضفتنا فهنرحب بيها وانشلنا فوق راسنا طبعا الله يكرمك اتفضلي يا هانم اتفضلي يا كبيرة بس يا أستاذ زعيف طباص للهانم ما بتحبش الدوشة ولا بس يا عبد مجيد قرفتني أنا كرهت الفيلم بسبب أنا لما عرفت من أنت مجول الإنتاج أنا كنت حسيب الفيلم طول الوقت بترحل في الفاضي والمليان أنا بحب البساطة الهدوء فيه فلوس واقعت مننا يا حضرتك ماجد سعيد ماجد تغيرت اسمه مش ليس سعيد لعادل لا يا حبيبي حبيبي يمديلي على الإصال جديدة لا 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 حضرتك عادل سعيد بس يعني طلق بطة ما شفت يا حضرتك ولا رانيا رانيا مرد عادل سعيد رانيا سعيد رانيا سعيد بس اي يا حبيبتي انتو كلكم ساكنين هدا؟ اه وده بابا ودي ماما ودي عمته سناء ودي تيتا مجيدة ودي تيتا قنعي ودي خلطة نجلال أنا تشرفت قوي يا رب بس ما كونش ضفة قيل عليكم يا خبراته يا سلامة معقولة يعني حضرتك زي تقولك يا أم من رانيا تقول ايه بقى يعني تقضي لا لا تقضي ايه مفيش وقت خلص اشت درع الساواح نبتدي في ايه هو اطر يا عم جيد اسكت هاعد معهم شوية تقضي تقضي هنا نجليل بسرعة صورة بسرعة لن بس عمتدي كتير يعني ايه؟ ايه؟ ليه؟ لا 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 أنا 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 همار يا بقوني انا عتصور في الاخر ده! انا 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 باقى عايزة صوره غير بتاعة ماجيده ممكن احذنت كده زى الفيلم انه كنت تطلع فيه ده اسمه 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 ايه sino انه هل كان فيه مرفة امين то يا ماما ما قلت عنه انت واحدى هدونها كده مرفة امين ده 400 ل trying to انا 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 اتصور فى الآخر هه انا انا اتصور فى الآخر هه انا 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 خلته ني فاضل بنوتا صغيرة لسا ما تصورتش يلا خشت صوري يا ياسمين لا لا بنت اعتردك في الشارع مش عزة شغوري مرورها عصيها مؤدبة يعني بس ما تبقاش مؤدبة يعني ساعات طيب ممكن بس ادخل الوضع عشان اغيروا كتب اتفضلي يا نجمة اتفضلي يا نجمة اتفضلي يا نجمة نجوم الكل اتفضلي يا كبيرة اتفضلي كل حاجة جهة اسكت 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 عيلة غريبة قوي راجل وكل الستات دول بس شكلهم نطاف بنتال ان انا هرتاح معا امال يا هانم دي انا مختارهم على الفراسة والله يا نجمة انا مختارهم بكل حب اول مرة حبيت فيها عبدا جيدا اه ليه ليه بتفكر هنا يا استاذة كاتبت كراملا بنت عبدو السيس نبدأ بتحرق عليك الجروح المغفولة ليه دعنا روح اتضمن على الكاميرا اه احسن تسخل ادخل حضرتك بتمثلي ولا حاجة؟ لا قابلا والاستاذ بقى هو اللي بيزبط الشخصية من الخارج بقى برافو عليك طبعا حضرتك يعني بتستغربي وتقولي عرفت ازاي ان الشخصية بيبقى لها دواخل وخوارج وكده يعني ودا بقى ايه؟ ده سيناريوز؟ اه وولا بتسموز كراب تبقى حاجة بتمثلوا الحاجة؟ لا في حاجة يا أستاذ عادر؟ لا مفيش هو مبدئيا يعني يا حضرتك انا عادل سعيد انا شاعر هتحبيني قوي بجد يعني طب ممكن بس ناجل التعارف ده شوية لحد ما راجع السيناريوز حضرتك لا طبعا براحطك يعني مفيش مشاكل خالص طبعاً أنا شعر يعني وأكيد حضرتك قابلتي شعرة كتير جداً زي الأستاذ مثلاً عبدالصمت حجاب اللي كان معاكي في المسلسل اللي هو بتاع بعد إذنك بس صورة قربك لا معلش ما ينفعش أتصور معك بالشكل ده ليه طيب يعني هايك بتترسم عليا ليه يعني عادي يعني ليه يا حماية كانت صور مع فنانين كتار يعني فعادي في عيلتنا إن أنا بقى متصور مع فنانة يعني زي يا هايك الأستاذة ميرفا تأمين عادي يعني يا أستاذ عادل أنا ما بترسمش عليك ولا أي حاجة أنا بس عندي شغلة عايزة راجع مش عايزك تزعلني خلاص يا ستي اعتذارك مقبول أسمعك بقى حتة شعر بقى إيه تواهوج مشاعرك وانت دخلة تمثلي بقى واخر ببيتك يا عم جيت اتفضل يا أستاذ عادل اتفضل يا مصر اسمك ثلاث حروف ميم صاد ره الميم سعادة وراحت بال الصاد عيالك مش عيالك الره راء قال آآ برامو برامو تعالي مامة تبتند عليك تكون عايزة عيشة ولا أي حاجة نا اتعوذ عيش إيه عرفي حضرتك أنا جبتنه ومنبالح كمية عيش مور رعبة الأول بيفرطوها كده واي عشان إيه ما فققاش يبقى مثلا وبعدين يدخلوها تديب في ريزر نيجي الصبح نطلعها نسخانها نعمل منها سندوتشات على طول ما لي أنا وما للعيش وما للسندوتشات يا أستاذ عادل أنا وراي شوفوا اللي عايزة راجعه طيب يا أستاذة ميرفد حضيك بتترسم عليك كده ليه يعني؟ أنا ممترسمش ولا أي حاجة أنا عندي شغل لازم أراجعه ماشي، ماشي خلاص، اتفضل يا طرى العيش اللي بتجبوه بريال ولا ببريزة لا، لا، ده عيش في إينه، مش بريال وبريزة لا، لا، أنا عيش في إينه طيب، في أي حاجة تانية تحب نتكلم فيها؟ زي إيه حضرتك؟ زي مثلا طابور العيش اللي انت بتقف فيه بياخد منك ساعات؟ ولا البيت دلوقتي بقى بكام؟ حكيت زي كده يعني؟ لا، حضرتك دي خصوصيات، ما بتكلمش فيها آه، وما لك بقى بتترسم عليك كده ليه؟ بتترسم عليك الليه؟ وانت لوحة؟ شربات، هيتفضل برا يا أستاذ عادل برا أيوة ماما ما يخرب بيتك يا عم جيت؟ ايه يا عزت؟ اه، المادام جهت دولة لسه؟ المادام بتجهز يعني خرجت الشباب عشان هي بقى تغير بقى ايه، انت مالك، انت مالك كل واحد يخليه فشغلو، انت مش قبط ايه قبط، بس يعني ما انا بقول ايه 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 انا جاهز عم جيت اتفضل اتفضل إلا خارك إلا عوائك إيه؟ تفضلإ تفضل إيه إحنا في انتظار حضرتك يعني تفضل إيه هتفضل إيه خلصوا المشهد وتعالوا على طول مع السلامة يا ملهي ما شهد علينا كده لإيه؟ أبداً كانت عايزة توقض ترغي معا وبتكلم بتاع أنا طبعاً مضيتها شوش يعني كذب وصدق ككش عادل بقولك انا مش هتحتح مني انا قاعدة مستنيه لغاية ما ترجع ولا جماعة ولا جماعة يا جماعة يا جماعة خليوكوا اعقل من كده يعني مش معقولة على طول مندفعين ويعني لازم تبينوا شوك كرامة كده عادل هو انت مش نقول تروح البازار النهاردة ولا ايه لا بازار ايه احنا يا ما بعنا انا هاعدة استناها معاكم Nation انا مش فاهم بقى يعني ايه اللي انتو عامدينه ده يا جماعة اهدو شوية اهدو شوية ما تبكنوش ان انتو مدلقين كده هو يهاتا 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 أ۱ مش بازو جازو مطيب مطيب ام عداي اينا سيخالي انا اصلا كنت طالعا من المي College وده لانا ثاني الحوار بالنسبه للحوار حاضيتك انا ممكن راجعة معاك السيناريو فمسلا لو تحبي يعني اه يخرب بيتك يا عبد المجيت انت تزعلها برضو عبد المجيت نزعلها برضو بقول لحضرتك ايه احنا محضرين لجوع عصير جريب فروت ميرسي اتفتالي يا هاني اتفتالي كل حاجة هتبقى تمام ان شاء الله اتفتالي اه 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 امر مي امر ايه اللي انت عاملينه ده انا مش اهلم ايه اللي انت عاملينه ده معقولة وجريب فروت ايه يا رانيها هي طلبة من الجريب فروت gera ايه حادل انا بضيفها يعليشان خاطرに اكتشف li ويجد خليني اغنى فا اي تترى فيلم ونبي عادل قول الله هنبقى مجلد пошれ كمان انا كمان رانيا انا بس مش ممكن اخليك تخليك تغني وانا اذا منت schalums تعالوا بس اوقفوا طبور واقفوا طبور الا الاول بس انا الاول انا الاول انا ماما انا ماما تفق لقى ع outfits انا وانتم خلكوا في طبور يلا يا رانيا يلا أبس هيك أنا واضحين هي مركزة فأنت خش على الموضوع على طول يعني آمر له ياره خش على طول خش على طول شمسي دقوا الشمسي على الفيرس دقوا الشمسي ايوه دقوا الشمسي يا احلى شمسة واحلى رملة واحلى ماري ايه سخافة دي؟ شفتي مش قلتلك صوتك وعش؟ احنا قاسفين جدا والله عارف حاليك انا بقول لها ان صوتها وعش من زماني صوت ايه لو وعش؟ مش تخبطوا؟ يا معلش يا حضريك ده بيتنا احنا برضو يعني طب معلش ممكن بقى تسيبوني الواحدة عشنا عايز اركز اه قوي قوي بس كان ليها سؤال صغير يعني بالنسبة حضريتك للاغنية بتاع الدقوا الشمسي حضريتك كنت بتدق معهم الشمسي ولا ما هدقيتيش يعني لا مكوتش بدقك عارف ليه؟ ليه حضريتك؟ لا اني مبدقش على الحاجات دي براه براه هأطلع براه حضري حضري طبطاني 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 ما قيفي الأغنية طبطاني ما قيفي الأغنية كسفتيني انا كده مش عارفة اركز مش حضريتك اللي قلتي؟ مش قلتلي ان دي عيلة سكرة وتوليفة وأنا حشى نحيتهم بكل عب مدرجة إن أنا شخصياً اتخدعت فيهم طب ما تخليش حدي يدخلي وخصوصاً الناس معادل ده ساخير أنا باعتذر مبدئياً لا ما هو لا 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 أصل الراني عمليته ده كان كتير أوي صراحة يعني يا سلام وحيات عبد السلام يا أستاذ عادل يا أستاذ عادل أبوز يدك أرجوك يا أخي سيب المدام تركز طيب يا أخي أنت بتضايقها ليه ما تسيبها تركز يا أستاذ عبد الميجيد بعد إذنك اطلع بره اطلع بره اطلع بره حضرتك يعني دي سناء أختي هي مطلقة يعني بس أكيد نفسها تتجوز أنا ما عنديش عريس مناسب ليها لا حضرتك أنت فيبتلي غلط أنا مش قصدي مثلاً حد زي محمد رياض زي محمود خبيلي يعني أي حد وخلاص بس هي أصلها إيه جلدها تخين شوية نا جي حاجة ممتشرة في عائلتكم بس غيري خالص يعني طب أنت عايزني أعمل إيه زبنت حضرتك اللي زي البشرة قضي بشرة حضرتك اللي زي الزبدة حضرتك الكريم اللي بتستعمله لإسمه إيه لا حضرتك يعني ياريت لو فيه مسلاً علبة فاضية ولا حاجة تدهالها الكريم اسمه لا برضو حتى لو قلت لها على اسمه مش هتعرف دي يا دوبة كانت بتنجح في الإنجليز بالعافية دي حضرتك العلبة ها دي بتاعت الوشة هاي خد يا سناء خد يا سناء دي هاتي زيها ها عادل دي مش علبة فاضية دي ما يانو على آخرها يا عادل مجرراش حاجة مادام مرفت ممكن تجيب غيرها يعني أو أكيد هي عندها مسلاً جايب من عشرة أو اللي حاجة عشرة أهل الله سهلاً وحداتك لسه برضو صفحة ثلاثة عارفة لو ياسمين بنتي بجد 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 كان زمانة خلاصت الكشكول اللي في ايدك ده كله يعني صنانيو امشي 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 شفت كسفتين ازاي كسفتين ازاي كسفتين ازاي فضالي فضالي بس بقى يلا بيني يا ابن بيجيت انا مش هقدر اكمل في البيت ما ينفعش يا مدام ما حضرتك عارفة ان احنا دخنا سبع دخات عشان نلاقي المكان ده وبعين الناس دول احسن من غيرهم دي ناس يا الست اللي قلتلك ازاكي تطبخي الجوزي عشان نفسه يأكل من ايدك ده كان يوم هدومي كلها تبقعت خلص يبقى نستحمل الناس دي ونعملهم بحب ايوه بس الراجل اللي برا ده اللي فاكر ان هو ظريف مش عارفة لو دخل تاني هعمل معا ايه ده ما بيحترمش اي خصوصية لقوا كل شوية بيناكد وقال ايه السيناريوس جاب السيناريوس دي من ايه تعارفة انا نفسي اقوله فشو انت مش ظريف خالص انت سم دمك يلطش ايه ده في حد دايقك في البيت هنا ولا ايه اللي يا عبدالنجيت برضه انت عبدالنجيت برضه جايت المعدق محقولج اتفضلت دي بقى سنت الحبايةん مش محتاجةang commodity تفضلت فيضلت туضلت اعرفه؟ انا محبككل افلام ميرباة امين انش ليه مجبت بستاني انا ميرباة امين مصداح لحبيبتي بس انا اسلوبة كده لما اتكلم عن نفسي اقول انا عام اقول لأ انا لا لا عزوالله من كلمة انا بقى بقول انا علشان احنا يعني متخلفين عن بعض دول عيلة جربيع انا اتشرفت يا مادمان سيه عايز اسألك سؤال من فضلك مادم ميرفت هو ليه حديدك ما بتعمليش افلامات عالميات ايه السؤال غلط يا حمات السؤال غلط ليه الافلام العالمية ما بتستعينش بالاستاذة ميرفت امين ما تصدق يا استاذ عادل حتى الكلام الحلو لما بيطلع من بوقك ما بيبقالوش طعم يا ربنا يخليك يا ربنا يخليك على فاكرة انا مقلفة كسة كسة؟ كتير كده وناظر وكسس اه يعني اه حدودت عن قضية يعني عن تضحية ام اسمها تضحية ام ام عايشها بقى مع جوزها وحماته وبنتها وبنته والام عمالة ضحي 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 تفتكري بقى ان هيا حتكون ايه اكيد حتنتهي بتضحية اه شفتي انا خلاص هاعد معاك اه 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 قول لي لعب المجيد يلغي الاردر يلغي الاردر يا سلام دي الكلمة اللي انا مستنيها من الصبر اه ارتحت يا استيزا عادت طبعا والله ارتحت لحضراتي يا سلام حرقت عصبي وارتحت ربنا يخليك والله العزيم مش عارف التضحية اللي حضراتك عملتيها النهاردة لقيت الاردر كل يا رانيا يا نجلاء تعالوا كلكم تعالوا كلكم يا جماعة تعالوا اه 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 تعالوا تعالوا اه مدام ميربت خلاص لاغيت الاردر وهتقعد معنا النهاردة بالمناسبة السعيدة دي يا جماعة انا هبعد دلوقتي اجيب كشني هو صحيح مش انا الواحدي اللي بذكر يعني لياسمين كلنا بنشارك بعض بس الحقيقة ان بنتي لقطة مني الزكاء والموهبة والمعلومات كده يعني وانتو عامليين ايه بقى فشغل البيت ؟ ه cant put y all because انا قلبي انتو ايه انت��록 بتتكلمي لعلم بكلنا هنا في البيت جاهدين بنحاول مانخليش رانيا بيزيت هي قد تضبخ لنا اه و controlled فلنطبخ الينا كلنا بنروح الاسعافات بنعمل غسلات معدات من تسامن عا فكرة انا طبيبتك اوحش جدا لحد مكلت منه ايه قلنا أنا كنا الأول كده حبيبتي آه بس أنا أول مرة أخش المطبقة لشان أطبخ لجوزي مسقع دخل الحمق وسايدها مطلعش أنا بموت للمسقعة تبدو إيها من إيدي بقى لا 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 بالمناسبة يعني الفيلم بقى بتحفية على جسر من الزهب ساعة تم حضريتك بقى جي ايه كان معاك عادل أدم كان هو عادل أدم اللي هو حقيق ساعة كان بيقولك آه وطة وبعدين كان بيولعليك ثاني يعني هو كان بيخلص عليك جامد في الفيلم كان هو بيخلص عليك برضو في البلاتون ولا إيه؟ بلاتون، كان معك شهدات إيه؟ و المساقع إيه يا ماما بتقوله؟ أنا لا هعمل مساقع أنا لا 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 يا أوعي تقيام من إيديها أنا اللي هعملك مساقع تحبي بقى بالبشامل ولا من غير؟ يا ريد بالبشامال هي ساعة واحدة وحبكون جاذة يا حبابتي أنتوا القاعدة معكم ميتشبعش من المحي يخدقا لي يا ماما ربنا يخليك! ربنا يخليك! والله عارفة حديثك نفسك! أنا واجهت لك كلام! شوف عليك! شوف عليك! شوف عليك! شوف عليك! في النفيئ القصة بتاع مدرسة ياسمين قرب! أنا عارف! عامل إيه طيب! حاضر! حاضر! ومريالتين ليه؟ مكفاية مريالة واحدة! وتلبس المريالة بتاع السنة اللي فاتت يا رانيا! ماشي! وإيه؟ كراريس من المسائل؟ طيب ليه كراريس من المسائل؟ طيب ممكن دفتر واحد تقسمه على أربع مواد! ما أنا قياما عملت كده وكلنا اتعلمنا كده يعني! حاضر يا راني! حاضر! مش عارف هجيب فلوس منين بس هتصرف! حاضر! 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 ماشي! مع السائل! خير يا دولة! ايه؟ محتاج فلوس؟ قولي يا عمه! ما تتكسفش! قول! أنا لو محتاج فلوس هاخد منك أنت يا رامزي! إنت كلك على بعضك لو باعتك ما تجيبش تمن أستيكا ولا قلم رصاص من اللي ياسمين عايزاكم العداد فين؟ خلصوني! عداد يا عم تدخل على تاكس فيه ايه؟ هتهزر! والله اعمل لك محضر تهرب من دفع الكهرباء! بنراحق علينا طبع عم تيجي تاخد لك قلمين! العداد موجود لهو! اتفضل ايكشف عليه؟ يكشف عليه يا دولة هو العداد حمل؟ بتاع مية وخمسين جنيه! مية وخمسين جنيه يا حضرتك مكشفتش عن ايه واخده بالإحساس يعني؟ الإحساس ايه؟ إحساس ايه؟ اتا مشايف كوم الزبالة اللي مرمي برا البزارة؟ وايه علاقة الزبالة بالكهرباء حضرتك؟ لو واحد كهرباء هتقول له ايه؟ هقول له يح يح ايه؟ والنبي يا باش مهندس سكت حمادة ويجيلي الشربة من على بقه! انا بقول لو كهرباء لو حد كهرباء هتقول له ايه؟ هقول عليه ان هو إنسان مستهتر يعني مستهتر ايه يا باش مهندس؟ هو زوج من المدرسة؟ طبعا هتقول عليه بني آدم زي بألة يا سلام انتم ماشيينة كده دلوقتي يعني هو كده من ساعة ما اكتشفوا الكهرباء والناس باتتزبل مع بعض بقولك ايه؟ هتدفع الكهرباء واللقط على المية؟ طب وحضرتك دلوقتي يعني ايه علاقة المية بالكهرباء؟ يا غبي يا غبي يا غبي ما مفهومة يا بني انت مش كل يوم عشان الحر اللي موجود ده بتروح تروش مية قدام البازار؟ اه طيب وانت بتروش المية مش اكيد ممكن تترتش على حد ماشي؟ طبعا يا دول اكيد ساعيتها بقى بيقولك يا بانا قدام ياسبها لا ساعيتها تعرف المدهة بتاع الكهرباء احبك إنسان واعي ومثقف حضرتك انا ما اعيش فنوس هدفع دلوقتي ممكن حضرتك تسيبلي الكعب يعني؟ كعب برضو وانا كل ما اعدي على حد يقولي الكعب مفيش حد يداني جنيه يعني همشي من غير الكعوب اتفضل يا سيدي اعدي الكعب ايه ده؟ اكيد ان راجل ده الكهرب قبل كده اه يا دول انا هعمل ايه بس؟ الحمد لله دول اخدت الكعب يا عم ودفعتش حاجة بلافته يلا ما انا كده كده التجوزتي عليها هدفعها يعني هدفعها طب انها عندي فكرة يا دولة بص احنا نبطل نرش مية علشان نوفر في الكهرباء اه ما انت يا عيني مش هتفهم مش هتفهم هما مصعبينها عليك زيادة ما انت غبي يعني انا اعمل ايه؟ قدي مية وخمسين جنيه غير كده بقى لسه قرانية ولسه كل اللي في البيت غير ياسمين المصاريك مدرستها والاكل والشرب والكتب والكتب والقراري اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه ايه طب هتعمل ايه ادوري؟ باي انا مش عايق because اعمل ايه السلام عليكم عليكم السلام ايه؟ اق Hammar بكرة بكرة عشاء الله يا ماما بكرة دي ايه، طب والخضار خضار هتعمله إيه بالخضار من غير اللحمة معقولة يعني هتاكل الأكل الهورديحي ليصحش هنا ماما يعني يا بابا هتجيب الحاجات دي ولا مش هتجيبها انتي مالك انت انتي بتكلم في حاجات زي كده ليه؟ وهمتك فين؟ خادت امها واختاها وراحوا فرح واحدة صاحباتها فرح؟ والله ناس رايقة اوه ناس دي يعني انا مش فاهم فيه حد ياعمل افراح لي ومين دول؟ بسم الله الرحمن الرحيم اوح هنبتدي الليلة لا 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 لي 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 آرفوا مبروك يا راني هتخطبتي ولا ايه؟ لا أنا عادي حالة من السعادة والانتعاش عادل الحالة بتاعت الانتعاش دي كانت بسبب الفرح لانت روحتيه طبعا يا يا عادل يا يا عادل فزيقة 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 وأوبر من الفزيعين كمان مش عايزة أقول لك الأفراحة طورت إزاي تجنن تجنن تهبن أهم حاجة يعني كان فيه بوفي وأكل وتعشيته ده كان أكل بوفي يحدوي على خيرات الله وده يعني كان فيه حلو بقى بعدي يا ده إحنا أشجار بقى موز بقى وأنانيس وجوز هند بقى مدلدق على الأرض وحاجات كتير بقى ولا الزفة يا عادل مش عايزة أقول لك على الزفة رهيبة الزفة؟ إيه 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 الزفة إيه مالها يعني الزفة دي كانت زفة واحدة دول ثلاث أنواع من الزفة سمسمية وبورسعدية ودمياطية وعايزة أقول لك بقى تمن الزفة الواحدة كام بقى؟ بكم تمن الزفة؟ ألفين جنيه أقول لك لا ألفين جنيه إيه وثلاث أربعة؟ ثلاث تلاف جنيه أربعة تلاف جنيه لي بيقولوا إيه فيها الزفة دي؟ إيه لي بيقولوا إيه؟ ده أساساً هما بياخدوش ثلاث تلاف جنيه في اليوم لأنه أصلاً الزفة الواحدة بتلف مثلاً على أربعة خمس أفراح في اليوم أقول لك أكثر من كده بكتير بتاع عشر عشرين حاجات كده يعني على الأقل الزفة دي بتعمل لها بتاع عشرة تلاف جنيه في اليوم بس كانت راهيبة يا عدل الناس اتجننت بالزفة فاكرا يا أمامي تحفة أيوا أيوا بس برضو ما هو اللي بيقولوا في الزفة هو هو بقى لهم مئة سنة يعني لو طوروا الزفة دي ممكن يعملوا أرقام أكتر من كده انتي قلتلي الزفة دي بكام في اليوم؟ أيوا جي روس على شيشة نطيفة بلاي قطيفة يا دولة أنا عايز أفهم بقى بالوقت إحنا قاعدين مستنظرين مين؟ وإنت مدائل ليه قوي كده يعني؟ أيوا دولة إحنا سايبين البازار يا عم لوحده يا سلام اللي يشوف كده يعني يقولي لو وقت بيحب البازار لعلمك بقى أنا ما بتطمنش على البازار إلا وإنت بعيد عنه ماشي يا دولة برضو ما قلت ليش إحنا مستنظرين مين؟ عارف يا يا رامزي أنا مستني إنه هو واحد راجل بقى هايل الحتة بني آدم تعفالة هو ده اللي هيحللي كل مشاكل المادية لو المشروع اللي في دماغي حصل عينقلني نقلة تانية إيه هتستلف منه؟ هستلف منه؟ وجايبك معايا ليه بقى هتضمنني؟ يعني عشرة تقبس مكاني؟ بس يا لأ بس يا لأ أنت ما تفكرش يا أهل الله سهلا يا أهل الله سهلا أكيد طبعاً قدرتك بالدخلة دي الأستاذ هشيكها صح؟ هاي هاي أحبك وأحب أعرفك بتاريخي أنا لأله هشتكها كبير مصممي ومطابلي فرق الزفة دفعت محمود ريدا علي ريدا ومحمد ريدا هاي هاي تحب نقول كمان؟ لا كده ريدا وأحضرتك أنا دفعت أحمد حلمي أقمرني حضرتك أنا بفكر أطور الزفة وإنت تفهم في الزفة؟ إيه اللي أفهم في الزفة؟ حضرتك أنا خطبت مرتين وتجوزت مرة غير كده بقى حضرت كل أفراح أصحابي وأرايبي يعني خش في الموضوع حضرتك أنا بفكر أعمل دمج بالنسبة للزفة الفرعوني والزفة المصري وإيه علاقة الزفة الفرعوني بالزفة المصري؟ إزاي بقى حضرتك حضرتك الزفة الفرعوني دي أساساً كانت زمان أيام الفراعنة يعني وطبعاً كانت هي نفسها زفة مصري وبعدين الزفة الفرعوني لعلمك يعني كيلو بطرة مرديلش تتجاوز أنتونيا عشان الزفة تخانوا ع الزفة طب وإنت ضمن إن الفراعنة دول موهبين موعدهم مظبوطة؟ لا عنا كنت بقى المراد يا دولة بالنسبة للموهبة حضرتك يعني فمعروف إن الطفل الفرعوني أسكى طفلي في العالم بسم الله لحد ما بيموت بيبتدي زكاؤه إيه أنا بفكر يعني إن اللبس كله كمان في الزفة هيبقى فرعوني بالنسبة للآلات المستعملة كلها فرعوني ودي طبعاً إحنا مش هنشتريها إحنا ممكن نعجرها من متحف عشان نوفر طب والرقاصة يا دولة لا الرقاصة برضو فرعوني لأن المرأة الفرعونية اقتحمت مجالات العمل من أيام الفرعنة اسمح لي والأغاني الأغاني يا حضرتك معاك الشاعر عادل سعيد هتحفك بأغنيتين للزفة مكتوبين على ورق برضي هتندهش والألحان بالنسبة للألحان أعتقد إنها هتبقى ألحان فرعوني برضو هنلم شوية ألحان معروفة نعمل لها ريماكس ننزل بيها على الأفرح نقصر والورثة والورثة الورثة بالنسبة للأستاذ حلمي بكر يعني أعتقد إنه هو الفترة دي مشغول بستار ميكر يعني فمش هعمل لنا مشاكل ما تقلقش يبقى كده مفيش غير مكان البروفات ومصاريف البروفات ما تقلقش المصاريف والمكان موجود عندي حضرتك ما تشغلش دماغك خالص بس واضح يعني إن الإسمة على موسى ما أستاذها الشيكة واضح واضح يا جماعة يا جماعة فلوسكو كلها هترجع لكم على داير مليم إن شاء الله مع أول زفة أعملها يا عادل يا عادل إحنا مش ضد اللي أنت بتعمله بس لازم تعرف إن في مستويل بتاعت الأفرحات دي أنت لازم تختار منها أنا فاهم قصدك يا حماتي قصدك تقول يعني اللي بتولد كبير بيفضل كبير واللي تولد صغير بيفضل صغير أنا المتوقع إن في خلال فترة وجيزة جيداً إنت حتبدأ تزفة أفرحنا في الخارج في دول شرق أوروبا وحتمثل الزفة المصرية بره أيوة طبعاً دور يا طبيعي إيه العالمية جاية جاية أنا مش مستعجل وأنا بالنسبالي بكل صاحباتي اللي هيتجوزوا قريب هقولهم على الزفة بتاعتك بس بشرط ليه يا نسبيتي خلاص يا ست نسبيتك محفوظة بس أهم حاجة تتجوزي وأنا أعملك الزفة دي مجاني من عندي بابا أنا عايزة تتجوز تتجوزي؟ إيه اللي فكارك بحاجة زي كده؟ عشان عايزة تزفة يا يا ست ديك علي أزفة كل يوم وإنت رايحة المدرسة بس تنسي موضوع الجواز ده ده مصاريف كتير عادل إياك والحرام الأفراح راقصات وخمور لا يا ماما مش كل الأفراح يا ماما وبعدين حتى لو في حاجة زي كده أنا مالي أنا طول عمري مثلاً ببيع تمثيل شفتيني مرة عبدت أصنام لا يا عادل إنت راجل محترم طول عمري إزفحنا حت عليم دي عادل إنت إزاي هتوفق ما بين البازار والزفة؟ نسألة بسيطة خالص مش محتاجة ده كله إيه البازار بالنهار والزفة بالليه جمب جمب يلا خش جوه خش جوه جماعة طول الزفة جمب يلا خش 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 يالله يمشى رفعك ألو 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 سمعني سلام وتحية للناس المية مية سمعني سلام ليالي الحلمية سمعني سلام ليالي الحلمية أي مع احترامنا طبعاً للأسيد إسماعيل عبدالحافظ بس حضرتك إحنا سفى فرق روني يعني ممكن مثلاً نسمع سلام السوت والدق نسمع سلام كفاح شعب الطيبة نسمع سلام طرد الرسوس من مصر كده يعني نسمع سلام يا صاحبي بص انت يا صاحبي أنا عايز أعرف أقول من وش يلا بقولك إيه يا سيدولة aaa 이라는 السكة أنا معرفها ها عربون حضرتك موجود طبعاً نتفدل معلش هو عربون قصير شوية لكنه هو اللي موجود ها 2025 الفرقة ادلوقتي عمل لها نيو لوك فظيع جديد هلبس كل نبس غريب رمزى؟ هيدون ايه؟ يغرب بيتك اقول ما زاهر الله يهلبك تعالو جمع ويوفق والله وسادة أقول لها ستوب 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 جمع ولفق ايه يا أخواننا الكلام ده كلام قديم احنا أزفة فرعوني كلنا لابسين فرعوني لازم نغني غونا فرعوني ايه يا عم القائد؟ فما انت هتغير في الكلام كمان؟ يا جماعة لازم الكلام يبقى فرعوني يا اخواننا افهموني بقى يا دولا بقى خلهم يا عم يطبلوا بقى يا عم انا خلاص خنت على الرأس يا دولا بس يا بس يا لا خنت على الرأس ايه؟ انت مال انا بص اساسا انت مش هتبقى بفرقتي ولا حتى هتيجي تفرج على الزفة يا دولا انا لو خدت فرصة واحدة بس في حياتي في الرأس دي هضرب دينا وهقعدها في البيت يخرب بيت انت اطموحك يا لها هتبقى يا رقصة؟ انت مش فاهم يا لها؟ ماشي 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 ايه ايه هتضربني احنا ولا ايه؟ ماشي ماشي خد يا رمصي نعم يا دولا خد وزع الورقة ده على الفرقة كلها احفظوا الكلام ده يا اخواننا وهتغنوه معايا دلوقت حاضر يا دولا يا كبير ها اللي هشوفه بيبص في ورقة غيره هسحب منه طابلته يا اي حد يا لها يقول كلام غير اللي في الورقة ده قولي يا لها حد يسجر يا دولا حد يسجر صح يدعلي معايا يا اخواننا واحد اتنين واحد اتنين الصلاة عالزين مين اهوب واحد القطرين ت eventual interessante دي 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 د إيه إيه؟ إيه المروح أعلمت بشغلها لي في البازار دي؟ أهدولة بص إحنا بقلنا عشرة يام عمالين نهر في نفسنا بروفات وما جتلناش لجت دلوقتي حتى قرية فتحة ولا طهور حتى ما يجرش حاجة السوق نايم دلوقتي بتاع الأفراح يعني أكيد كل الناس الفنانين اللي زينا بيشتكوا يعني أكيد عمر دياب بيشتكي وتمر حسني بيشتكي وكل الناس بتشتكي مساء الخير مساء نور أهل الرسال من فضلك يعني حضرتك وأنا أنا بفرش شائتي وكنت محتاج شوية تحف وأنتيكات يعني أو أي حاجة أنت مكسوف ليه قوي كده يعني وأنت مش هتدفع فلوس ولا إيه؟ يا دولة يا دولة إحنا في عرض زبون دلوقتي عمى شوية تخفيضات يا دولة أو تعسيلات فتح مخك بص بص رمزي أهلاً 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 نورت الدكانة دي كلها حضرتك واللهي بص إحنا حضرتك عمل للك يعني تخفيض تسعين في المية موفي تسعين في المية تخفيض تتدينوا البضاع ببلاشا و تتدينوا فوقهم ثلاثين و ربعين في المية لا 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 محبش أخد حاجة ببلاشا الفلوس كتير أهما حاجة أنتم تشرفونه قدامنا سايبك قدامنا سايبك؟ أهلاً أفهم من كده أن حضرتك متجوز؟ لا لسا متجوزتش، الجمعة الجيية ان شاء الله إيه تاااااااااا بتجوز لسه الجمعة الجياة لا كلها بالمه بالمه جيدة اييهتoo MELVA أليهتoo ألف عبروك حضرتك لا لا معلَاشها حضرتك يعنيتفقت مع فرق الزفة ولا لسه لا لسه 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 بص حضرتك انا ممكن أخدم خدمة جمبها جدًا انا ممكن أخدك مأبلة البضاعة اللي انت عايزة كلها دهلك وغير كده كمان انا ممكن اعمل لك الزفة و الزفة مش اي زفة زفة فرعوني زفة فرعوني حلو ده حلو ده ايوه يعني زفة هتدخلك التاريخ يا ابو العرسان كلها يا ابو العرسان كلها بص يا حضرتك الزفة هتطلع ان شاء الله من سقارة كارتة فرعوني انت والعروسة هتركبوا لا انت لوحدك تركبوا العروسة هتكون بقى عند الكوافير في المعبد واخد بالك نقوم احنا بقي ايه و ايه و رايحين لها بالكارتة كده وتاخد العروسة ونقوم طلعين عند سقارة مثلا والا روح لها عند الهرم الكبير ايه اخد حضرتك بقى بالكارتة كده لفيفاك حواليونه الهرم الكبير حواليونه الهرم الكبير يكون حواليه اللي هو ابو العروسة شايفين навер erased run me onzeit اجري نازل جري خايف ليه 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 الهرم الكبير snazel من خوفه اور اجري بعد كده بقى ايه نقوم واخدين العروسة وموديينها عن نيل ونقوم رامينها في النيل وتنينها راجعين على طول علشان تبقى عروسة النيل لا حمار 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 غبي انار ما تقلقش خالص بس على فكرة الزفة دي ما حصلش هتشرفها قدام لسايبك قدام العالم كله زفة فرعوني ربنا خليك يا رب ربنا خليك يا رب زفة فرعوني والزفة دي على فكرة مش هتكلفك كتير خالص يعني الزفة دي ممكن تغش لها مثلا في الفين شش ايه 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 ده الفين مبروك الفين مبروك الزفة دي بخمسمية خمسمية لانا كنت عامل حسابي في الف جنيه اما هو خمسمية دول اللي هم العربون بقيت الالف بقى اللي انت عامل حسابك عشان الزفة تدوم لنا يوم الفرح ان شاء الله ٌ جاهزين هكذا السلام عليكم سلام عليكم الأمر مم mulheres صعوبة أهو الخضار والفاكهة جبتهم أملوا لنا أي حاجة بقى أنا أكلهم جبت الفلوس يا عادل؟ جبت جزء من الفلوس أي حاجة أنتوا عايزينها تحت أمركم ربنا يكرمك يا حبيبي بقولك إيه؟ أي عروسة تزفتوها بقولي على اسمها يعني يا بابا يعني هتجيب لي المريالتين السنة دي؟ أجيب لك يا حبيبتي المريالتين وهجيب لك كمان كاشكول من أبو سلم يا عادل أخير مستثمرت موهبتك لإسعادنا جميعاً أبي عادل أنا عندي واحدة صاحبتي بيتمود في الرأس أجيب هالك تشوف هتنفع ولا لأ؟ أهم حاجة ملامحة فرعونية؟ هي أصلاً من المنصورة من المنصورة لا أكيد ملامحة مش هتبقى فرعونية أقولك إيه العروسة دي يعني عايز أعرف كده هي من عيلة كويسة ولا عيلتها كنبلونش لأ كنبلونش إيه؟ لعلمك بقى العروسة دي من عيلة كبيرة جداً عيلة المرتعلي ودي من أصل فلبيني آه كده أنت تمنتني عشان أنت عارفة من الكرامة عادل أنا عندي طلب يعني يكاد يكون يعني صعب تحقيقه أو يكاد يكون مستحيل تحقيقه أصلاً بس هو طلب يلح علي أني أطلبه منك حبيبتي أطلبي كل اللي أنت عايزاه آآ آآ هو أنا عندي طلب يعني هو معناوي أوي إيه هو فقاً؟ آآ آآ أنا نيش هتزاف هتزافي؟ أوي أوي أنت ممكن لو لبست بجامة من البجامات اللي عندك دي ونزلت الشارع لعلى الصغارة كل ما يزموني لا يا عادل أنا عيدة زفة زفة فرعوني مش زفة عيالي زفة فرعوني بص يا رانيا هيبقى صعبة وعيدك بحاجة زي كده عشان الناس ما يقولوش يعني أن أنا استغليت المهنة الجديدة اللي أنا أشغالها وبزف مراتي أنا مش عايز إحراج مش عايز إحراج بعد إذنك يا رانيا انسي موضوع الزفة ده خالص ده إيه الفرح الأرديحي ده؟ يا فين الزفة دي يا سي خالد؟ بنتي أنا تتجاوز من غير زفة؟ يا حماتي هم جايين أنا هدفع خمسمائة جنيه عشان الفرح دوت وبعدين في زفة فرعوني يا حماتي زفة فرعوني هتعجبك أول أنا حايش عنك إخواتي عشان الليلة دي تعدي على خير يلا خوش بالدي جي لا دي جي إيه؟ السفة الفرعوني وصلت والأول مرة في مصر لزلي بقى العريس والعروسة عشان الشمس تتعامد على وش العريس فيولع ما تلقاش ما تلقاش تسفة مية مية معلم يلا يا فندية واحد اتنين تلاتة زوروا المقابر يلا ياهل الخير تعالوا جمعوا الحنط والله وخفروا اللي قالوا زوروا المقابر يلا ياهل الخير تعالوا جمعوا الحنط والله وخفروا اللي قالوا عارس أمر وعروسته مسالة جاب الجهاز طبئين مع حالة عارس أمر وعروسته مسالة جاب الجهاز طبئين مع حالة انت في مصر؟ ايه ايه الخبر ايه طولة دوة؟ ايوا حضرتك فرعوني لازم حضرتك تشجع مصر يا فندم وقلنا عملنا في المتحف احسن ماتحف ايهمه المتحف مش فاضي يا حضرتك كسبوا عسن ما لو سمحت نكمل شغله زور المقادر يا فرقين مستعانوا يا فرقين مستعانوا يا فرقين مستعانوا